السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة ان شاء الله بنتكلم على الكورونا فيروس او فيروس الكورونا اللي هو طبعا بدأ في الصين وبدأ ينتشر في كذا دولة والعالم كله بيتكلم عليه فهو ممكن يجي فيه موضوع سواء كان مقال يقول لك مثلا كطالب اكتب مقال او يجي لك فيه ترجمة فعايزين كلنا كده مع بعض نشوف موضوع كويس عن الكصة بتاعت الكورونا فيروس فانا لقيت فيه موضوع حلو فيه تعالوا كده نشوف المقال ده كده ونعرف منه شوية كلمات حلوة ففي الاول في العنوان مكتوب كورونا فيروس يعني خلاص تم توضيحه اللي هو الفيروس الكورونا وشرحه ما تحتاج ان تعرفه واحد طبعا اللي كاتب الموضوع ده فمش مهم اسمه يعني ففيه طبعا فيديوهات وبيبدأ الموضوع من تحت كده cnn a new chinese coronavirus a cousin of the source virus has infected hundreds since the outbreak began in wuhan china in december معنى الكلام a new chinese كورونا فيروس يعني فيروس كورونا صيني جديد a cousin of the source فيروس ابن عم الويروس بتاع السارس has infected يعني infected yi d infection عدوى يبقى عدا hunt او اصب العدوى hundreds مئات since the outbreak began in wuhan منذ التفشي اللي ظهر او اللي بدأ في مدينة wuhan in china الكلام ده طبعا ان ديسمبر في ديسمبر scientist العالم اللي هو اسمه ليوبون هو فرست ديكوديد the virus العالم ليوبون اللي هو يعتبر من اوائل اللي فكوا شفلة الويروس ده يعتقد things it likely started in an animal ان هو من المحتمل انه ويكون بدأ في حيوان عن spread to humans او في الحيوانات هو spread to humans وانتقل الى spread طبعا ينشر او ينتشر انتشر او انتقل الى البشر يعني what we know is it causes pneumonia and then doesn't respond to antibiotic treatment ما اعرفه هو انه يسبب الالتهاب الرئوي pneumonia and then doesn't respond ولا يستجيب to antibiotic treatment الا العلاج اللي هو بالمضادات الحيوية which is not surprising وهذا شيء غير يعني مدهش بالنسبة لنا حاجة مش مفاجأة لنا but then in terms of mortality بالنسبة ليه الوفيات SARS kills 10% of the individuals فصارس بيقتل عشرة في المية من يعني مثلا ممكن لو في مية ممكن عشرة منهم يموتوا بسبب الـ SARS individual صبعا الافراد فون a virologist طبعا الراجل ده بيشترك العالم فيروسات at the school of public health في مدرسة الصحة العامة at the university of hong kong في جمعة هونغ كونغ قال it is not clear how deadly the Wuhan coronavirus will be مش واضح لنا هو يبقى مميت قد ايه او نسبة الناس اللي هم هيموتوا سببه الكورونا فيروس اللي هو بدأ في وهان will be سوف يكون but fatality rates are currently lower معدلات الوفيات او الوفاة are currently lower currently في الوقت الحاضر يعني lower اقل من than both MERS and SARS اقل من الفيروسين التانيين اللي كانوا منتشرين MERS والSARS اكسبرس 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 طبعا الخبراء stress that it will change as the outbreak develops الخبراء بيؤكدوا ان هذا الموضوع سوف يتغير لما ينتشر او يعني يتطور التفشي ده طبعا هنا صورة للصينيين هم لابسين الكمامات مكتوب تحت related article China confirms new coronavirus can spread between humans الصين بتؤكد ان الكورونا فيروس الجديد ممكن ينتشر بين البشر the world health organization offered guidance to countries on how they can prepare for it منظمة الصحة العالمية عرضت ارشاد او بترشد يعني الدول او توضيحات on how they can prepare for it ازاي ان هم الدول تستعد لهذا الموضوع including how to monitor for the sick التوضيحات بالنسبة ليه او ان احنا بنرائب اللي هم المرضى and how to treat patients وازاي نعالج المرضى دول here is what you should know about coronaviruses والحاجات اللي جاية ديت هي اللي المفروض نعرفها عن coronaviruses فيبدأ السؤال المشهور what is a coronavirus هو ايه بقى الكورونا فيروس ده ما هو coronaviruses are a large group of viruses that are common among animals هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الفيروسات شائعة او منتشرة في اوساط الحيوانات in rare cases في حالات نادرة they are what scientists call zoonotic في حالات نادرة العلماء بيقولوا عليها zoonotic اللي هي معناها حيواني او ينتقل من الحيوان الى البشر فيما معناها they can be transmitted from animals to humans اللي احنا قلنا دلوقتين هم ممكن ينتقلوا من الحيوانات الى البشر according to على حسب او جناء على the US centers of disease disease control and prevention مراكز الامريكية بتاعت يعني الوقاية من والتحكم في المرض coronavirus symptoms كلمة symptoms معناها الاعراض بننتقل بي خفيفة كده the viruses can make people sick الفيروسات ممكن تخلي الناس مرضى usually with a mild moderate upper respiratory tract illness mild and moderate mild ممكن نقول عليها طفيف مدرت متوسط upper اللي هو العلوي respiratory tract illness اللي نقصب بيها امراض الجهاز التنفسي similar to تشبه a common cold دور برد عادي coronavirus symptoms include فالاعراض بتاعته بتشمل او تتضمن a runny nose اللي هو طبعا سيلان في الان في كده cough اللي هي الكحة sore throat اللي هو التهاب في الزور انا على فكرة انا عمل اقرأ وترجم فور كده possibly يعني من المحتمل a headache لو صداع and maybe a fever ممكن يكون برضو في حم which can lost ممكن تستمر for a couple of days you mean for those with a weakened immune system لهؤلاء اللي عندهم immune system لأنظام المناعة weakened يعني ضعيف or ضعيف the elderly الكبار في السن and the very young وصغرين قوي there is a chance the virus could cause a lower and much more serious respiratory tract illness like anemonia or bronchitis يعني بالنسبة للكبار في السن والصغرين قوي في احتمال الفيروس ممكن يسبب a lower and much more serious يعني اقل بس اخطر اللي هو اللي لسه اللونه حالا اللي هو مرض امراض الجهاز التنفسي ممكن تبقى زي الالتهاب الرئوي اللي هو pneumonia and bronchitis اللي هو التهاب الشعب الهوائية there are a handful of human coronavirus handful يعني قليل اعدد قليل من الهيومان كورونا فيروس اللي هي الفيروسات بتاعة الكورونا البشرية that are known to be deadly اللي معروفة انها قاتلة middle east respiratory syndrome نقص نقول بها اللي هي متنازمة الشرق الاوسط التنفسية also known as the mers virus المعروف ك virus mers was first reported in the middle east يعني تم الابلاغ عنها الاول مرة في الشرق الاوسط in 2012 and also causes respiratory problems وايضا تسبب امراض الجهاز التنفسي but those symptoms are much more severe لكنها اكثر يعني شدة وقصوة بكتير يعني 3 to 4 out of every 10 patients مرضى يعني يصيبوا بالعدوى بالمرضى يعني يصيبوا بالمرضى بالانجليزي يقولها mers مرضى يعني توفوا according to the cdc يعني كلام من على لسان مركز السيطرة على الامراض severe acute respiratory syndrome اللي هي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الشديدة also known as SARS المعروفة بالسارس is the other coronavirus that can cause more severe symptoms هي الكورونافيروس الثاني اللي ممكن يؤدي الى اعراض more severe يعني اشد حدية يعني وقصوة first identified in the guandong province طبعا اول ما تم تعرف عليها كان في guandong province مقاطعة guandong diet in southern china في جلب الصين according to the WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية بناء على كلامها it causes respiratory problems بتسبب مشاكل في جهاز التنفسي but can also cause diarrhea وممكن تسبب ايضا ضيارية طبعا الاسهال فتيج اللي هو التعب shortness of breath يعني نقول بها مثلا نضيكوا التنفس respiratory distress and kidney respiratory distress بردو صعوبة في التنفس and kidney failure اللي هو اللهم احفظنا الفشل الكلوي depending on the patient's age يعني بناءا على او اعتمدا على حسب العمر بتاع المريض the death rate معدل الوفاة with SARS بمرض اللي هو الفيروس SARS ده ranged from 0-50% of the cases من 0-50% من الحالات with older people being most vulnerable مع الناس الكبر في السن اللي هم يعني معرضين اكثر للمرض من منعتهم بتبقى اقل the Wuhan coronavirus is currently thought to be more mild than SARS and MERS the Wuhan coronavirus ده اللي نطلع في وهان بتاع الصين في الوقت الحاضر بينظر اليه ان هو معتدل معتدل اكتر من SARS و MERS الحمد لله and takes longer to develop symptoms وبياخد وقت اطول ان هو يطور في الاعراض بتاعته a patient's to date have typically experienced a mild cough for a week followed by shortness of breath المرضى طبعا في الوقت الحاضر يعني كان عندهم منقول عليها حاجة زي كحة كده معتدلة for a week followed لمدة اسبوع بيبقى بعدها على طول shortness of breath بيبقى بعدها على طول صعوبة في التنفس وتسبب لهم من هم يزور المستشفيات causing them to visit the hospital أو المستشفى بيتر هوربي شرح الكلام بيتر هوربي professor of emerging infectious diseases مما نقول اللي هي emerging disease بنسميه المرض الناشئ هو مدرس أو professor of emerging infectious diseases الأمراض الناشئة المعودية يعني هو أستاذ فيها and the global health الصحة العالمية at the university of Oxford في جامعة أكسفورد حتى الآن around 15% to 20% of cases من 15% إلى 20% الحالات have become severe أصبحت شديدة requiring for example بتحتاج على سبيل المثال ventilation in the hospital يعني بتحتاج إلى التهوية في المستشفيات how it spreads كيف تنتشر viruses can spread from human contact with animals ممكن الفيروسات تنتشر من الاتصال البشر بالحيونات scientists think mers started in camels يعتقد العلماء ان mers بدأ في الجمال according to the WHO وعلى حسب كلام ونظامة الصحة العالمية and stars scientists suspected civet cats civet cats بيسموه كت الزباد عامل زي شبه عامل زي شكل النمري كده الصغير واللونه بني كده غامع where to blame فبيقولوا انه ممكن هي الكتب ضيهية اللي بيولقوا عليها اللوم بهذا المرض جايز يكون هي السبب طبعا ونسمع دلوقتي انه ممكن يكونوا الخفافيش اوفيشالز المسؤولون do not او الرسميون يعني do not yet know what animal may have caused the current outbreak in وهان يعني المسؤولين لغاية دلوقتي مش عارفين ايه الحيوان اللي تسبب رسميا يعني في current outbreak التفشي الحالي اللي في مدينة وهان الصينية طبعا يعني كلام كتير على الخفافيش دلوقتي when it comes to human to human transmission of the viruses وعندما يتعلق الأمر به النقل الأمراض اللي هي الفيروسات من البشر من إنسان لإنسان often it happens when someone comes into contact with uninfected persons secretions يعني المضوع بيحصل لما شخص يعني بيتواصل مع uninfected persons secretions اللي هي نقصد بيها الإفرازات بتاعت شخص مصب العدوى such as droplets in a cough زي بالضبط الرزاز اللي بيطلع ساعة الكحة او العادسة depending on how violent the virus is a cough sneeze or handshake could cause exposure يعني على حسب مقدار السمية بتاعت الفيروس ده على حسب مقدار السمية بتاعت الفيروس ده الكحة اكوف sneeze العادس or handshake أو السلام بالإيد وتكوز exposure ممكن تعرضك لهذا الفيروس The virus can also be transmitted by touching something an infected person has touched ممكن كمان ينتقل عن طريق لمس شيء شخص مصب العدوى لمسه and then touching your mouth بعد كده تلمس الفم بتاعك or nose or eyes or eyes care givers اللي هما مقدمي الرعاية can sometimes be exposed ممكن ان هما احيانا يتعرضوا لي by handling a patient's waste لو تم التعامل مع افرازات المريض according to the CDC يعني كلام على حسب كلام مركز السيطرة على الأمراض human to human transmission has been confirmed الانتقال من إنسان لإنسان البشر يعني تم تأكيده فعلا for the Wuhan coronavirus بالنسبة للكورونا فيروس بتاع مدينة وهان الصينية but experts الخبراء are now trying to understand دلوقتي بيحاولوا انهم يفهموا who is transmitting at most مين اللي بينقلوا اكتر حاجة who is at most risk and whether the transmission is occurring mostly in hospitals or in the community يعني عايزين نشوفوه إذا كان الانتشار ده أو النقل ده بيحصل يعني في الغالي في المستشفيات ولا في المجتمعات في المجتمع SARS and MERS were largely transmitted SARS and MERS يعني تم نقلوهم على نطاق كبير inside hospitals داخل المستشفيات Horby said some people are also considered to be super spreaders فيه ناس بيطلق عليهم ان هما يقدروا ينشروا المرض على نطاق واسع مين بقى اللي بيصاب أو who is affected مين اللي بتأثر به MERS and SARS and the Wuhan coronavirus appear to cause more severe disease in older people اللي هي الميرس والسارس والكورونا فيروس بتقريبا شكلهم كده ان هما بيؤثروا اكتر بيصيبوا الناس الكبار في السن بالامراض اللي هي السفير يعني شديدة Though uncertainty remains على رغم من ان يعني عدم التأكد يظل موجود around the latest outbreak بالنسبة للانتفشي الاخير Of the cases of Wuhan coronavirus reported so far بالنسبة للحالات اللي هي بتاعت الكورونا فيروس اللي جاية من ووهان لغاية دلوقتي None are yet confirmed to be among children مفيش اي تأكيد ان هي موجودة وسط الاطفال هوربي said قال هوربي The average age is people 40 or over He said قال ان يعني متوسط العمر بتاع الناس اللي بيوصبوا بي من 40 في ما فوق العلاج بتاع كورونا فيروس اخر حاجة نختم بيها كورونا فيروس تريتمينت العلاج بتاعه There is no specific treatment ما فيش علاج محدد But research is underway ولكن البحث شغال وجاري Most of the time معظم الوقت And experts advice seeking care early يعني طبعا الاعراض بتبدأ تمشي واحدة واحدة كده مع نفسهم كده فعشان كده الخبراء بينصحوا ان احنا seeking care early ان احنا يعني نطلب العناية ممكرا If symptoms feel worse than a standard cold لو الاعراض بدت ان هي اسوأ من الدور البرد العادي لازم تشوف الدكتور بتاعك Doctors can relieve symptoms by prescribing a pain or fever medication ممكن ان هما الدكاترة تخفف هذه الاعراض عن طريق وصف يعني دواء للحمة او الالم The CDC says مركز السيطرة على امراض بيقول A room humidifier اللي هو جهاز ترتيب الغرفة Or a hot shower او دوش ساخن Can help ممكن يساعد With a sore throat في التهاب الحلق او الزور يعني Orcuff او الكحة وفي نصيحة كمان جميلة جدا Drink plenty of loads حاول تشرب سوائل كتير Get rest وتستريح And sleep as much as possible وتنام بقدر الامكان